بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين من اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعملكم ويغفر لكم بذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد الحمد لله الذي نحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة عرشه ومنه وفضله وكرمه ونصلي ونسلم على أول خلق الله وخير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أعزائي المشاهدين وقبل أن نبدأ في حلقات برنامجهم بين الشريعة والقانون أود أن أتقدم أنا وأسرة البرنامج وقناة الصحة والجمال بأسمى التهاني بمناسبة حلول شهر الأنوار شهر ربيع الأول الشهر الذي شرف بميلاد حبيبك سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه فكل عام ومصرنا بخير وأمتنا بخير وجيشنا بخير وقيادتنا بخير وكل الدنيا بخير بمناسبة حلول هذا الشهر وقرب حلول مولد سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه فكل عام وحضرتكم بخير ما زلنا بين ضفتي برنامجكم بين الشريعة والقانون وفي هذه الحلقة سوف نستكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة القانون الجنائي بين الشريعة والقانون وبذكركم بهدف البرنامج بسفة عامة إننا مش برنامج ديني إنما برنامج يحاول يقرب ما بين القانون الذي نحكم به وبين الشريعة وشوفنا في الحلقات السابقة إنه مفيش خلاف سواء في القانون المدني سواء في قانون العمل قانون الأحوال الشخصية لكل من الشريعة ويأتي القانون الجنائي نرى وجه الخلاف والتقريب والكلام ده عشان نرد على الذين يحرمون على الناس عيشتهم بل الذين يحرمون على الناس العمل في مجال القانون وردنا على كل هذه المسائل في ناس تفتي بغير علم وهدفهم تكدير صف هذا الشعب شعبنا الطيب المسالم شعب مصر والله بلا مجاملة أعظم شعوب الأرض كلها هو شعب مصر يأتي المخربون يأتي ما ليس لهم هدف إلا أجندة من خلالها عايزين يدمروا تلك الأمة هذا الشعب فيدخل بقى في مسائل بسيطة ومسائل خلافية ويفتو بغير علم لكن لو رجعنا للأصول ورجعنا لشريعتنا ورجعنا للقانون اللي المسائل كلها ليس كما يصورون البعض فبرنامج ينمي ثقافتك القانونية بيوريك الفرق ما بين هذا وذاك جاءت الاتصالات كتيرة جدا وصلت إلينا ورسائل كل الرسائل والاتصالات أجمعت على فرد هذه الحلقة لاستكمال المجال الجنائي بين الشريعة والقانون خطورة الأمر أن المجال الجنائي بيتعلق بحريتك الشخصية بيتعلق بالأرواح يتعلق بسلامة الجسد يتعلق بالسمع والشرف في سب وقصف أو ما إلى ذلك فلابد أن تعرف ما لك وما عليك ومعنا اتصال سيد محمود ومصهاج اتفاضل سيد محمود ألو اتصالت قطع قطع الاتصال يبقى ان شاء الله منتظر سيد محمود يتصل بنا مرة تانية وصلتني أعزائي المشاهدين رسائل عديدة وبخاصة واللي أسعدني والله من بعض أبنائنا الطلاب كلية الحقوق سواء في مراحل الدراسية المختلفة أو اللي لسه داخل على كلية الحقوق يعني يجهل بيها وعايز يعرف الدين يمشي ازاي وعايز يعرف ايه الدراسة ايه الحقوق ايه يعني ايه الوضع فيها يعني وبداية بقول لهم جميعا أنا بشكركم والله بشكركم على تلك الاتصالات وعلى الرحب والسعة وعلى الرأس هجيب سوف نجيب على كل سألتكم ونوضح ما ننساش كاعدين بحضراتكم أركمنا الأرقام موجودة على الشاشة عنوان التليفون موجودة على الشاشة من أراد أن يتواصل معنا من أراد أن يسأل يستفسر في أي أمر نقدم هذه الخدمة لوجه الله ولمصرنا البلد العظيم عايز أجمل كل الأسئلة عشان نقدر يستوعب الوقت ما تنم الأسئلة طبعا لأن المجال واسع يا أخوانا يعني قانون الجنائي يعني أمر يعني شديد يعني يحتاج حلقات وحلقات وحلقات المجال الجنائي في النظام القانوني المصري له ضفتين حاجة يا أخوانا اسمها قانون العقوبات وحاجة اسمها قانون الإجراءات عفوا الأستاذ نجاح تفضل اتصال أستاذ نجاح من وفيها تفضل أستاذ نجاح ألو أستاذ نجاح تقريبا برضو قطع الاتصال ففي انتظار اتصال أستاذ نجاح قانون العقوبات هو ده اللي بينظم مجال الجرائم اللي موجودة على الساح يأتي قانون الإجراءات راجع لأستاذ نجاح اتفضل از نجاح نجاح اتفضل 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 از نجاح سلام عليكم عليكم السلام حبيبي حضرتك انا كنت شغال في الشرطة ايوه شغال في الشرطة اتفصلت في 2016 ورجعت خمسة عشرة 2019 خمسة عشرة ايوه وطلعوني معاش في شهر سبعة اللي فيه طيب الفترة اللي ما بين ستاشر والفين وستحتاشر كانت فيه قضية معلقة مدنية وكنت مفصل بسببها ايوه الفترة دي اعمل فيها ايه عشان اخوه والقضية ما زالت معلقة القضية النوع هي نجاح يعني ايه القضية انت كنت رفعها اللي هي في الفترة من 16-19 لا الفترة كنت مفصل طيب القضية انت كنت رفع قضية لعودتك العمل يعني اه وفمجل الدولة طيب ولم يفصل فيها بعد الان وايه لا انا رجعت للعمل فيه قضية تانية مدنية انا كنت مفصل بسببها اه يعني انت كنت رفعها ما انا عايز افهم ايه القضية اللي انت كنت رفعها دي المدنية كان نوعها ايه لا قضية طيب هجوبك في عجلة نجاح وبرضو لو عايز تستزيد من الامر هنكلمني بعد الحلقة برضو وتواصل معك باستفادة اكتر لكن القضية المدنية بعد موضوع فاصلك وطلعوك معاش خلاص اترجعت للشغل طلعوك معاش فالأمر قانوني خلاص وملوم اجراءات للخروج للمعاش القضية المدنية مش هيبقى لا علاقة يعني برضو هتظل مستمرة حتى يقضى فيها ايا مكان نوعها هي ايه القضية دي اللي بعد الحلقة قولي هي ايه القضية دي نرجع لقانون العقوبات قولنا دا القانون العام قانون عام له قانون العقوبات في مصر اللي بيحط كل اشكال الجرائم اشكال الجرائم كله يأتي قانون اجراءات يعني عايز اقولك يعني قانون العقوبات دا لانه قانون اجرائي العقوبات بيحط المادة تطبق ازاي بقى كيف تطبق المحاكم كيف يدافع المتهم عن نفسه كيف يتكلم المجن عليه المحاكم تعمل ايه وتقضي ازاي وتعرض على الاضاء ازاي دا قانون ايه الاجراءات قانون العقوبات تقسم لاربعة ابواب كبيرة جدا باب الاولاني او الكتاب الاولاني اللي هوا احكام ابتدائية بتكلم بقى في صفح عما ايه العقوبات وايه هي الجرائم وايه هي التقسمات القانونية لتلك الامور كلها ويأتي في الكتاب التاني بتكلم على الجنايات والجنح اللي تمس امن الدولة وشأنها سواء من الداخل او الخارج الكتاب التالت بتكلم على الجنح المخالفات اللي تحدث لأحد الناس اللي هي الأشخاص بقى يعني الكتاب التالي بتكلم على اللي بيحصل للدولة جرائم لا تتكف حقها سواء من الداخل أو الخارج الكتاب التالت بتكلم على الأفراد العاديين يأتي الكتاب الرابع وبتكلم على المخالفات الخالفات اللي هي أمر فرد له كتاب خاص اسمه كتاب الرابع في قانون العقوبات طيب جاني سؤال اللي طب هي إيه أنواع الجرائم إيه هي أنواع الجرائم اللي تناولها قانون العقوبات الكلام دي يقولنا أنت بتكون من خلاله ثقافة قونية لابد أن تحيط علما بها ليه؟ في قاعدة بتقولك لا عزراء لا عزراء بالجهل بأحكام القانون يعني تجي تقول معرفش يقولك لا ده القانون صدر واتنشر فليس لك عزر بالجهل بأحكامه يعني لازم تكون عارفه يبقى على قال لي لازم تلم به حتى من باب المعرفة حتى من باب تجي تقوم بأمر يعني لا تزيد الطين بله تبقى تحاول أنت تتكلم في الإطار القاعدة العامة اللي أنت عرفه أو المعلومة العامة يقولك أنواع الجرائم هي إيه؟ في قانون العقبات الجرائم في قانون العقبات هم تلت أنواع لا رابع لهم حاجة يا خلنا يعني ربنا يعززنا وإياكم اسمها الجنايات وحاجة اسمها الجنح والمخالفات يبقى جنايات جنح مخالفات ده الموجود في قانون العقبات طيب إزاي هميز بين الجناية والجنحة والمخالفة؟ يعني شخص ما ارتكب فعلا ما هيميز بينهم إزاي؟ التمييز بين الثلاث جرائم بالعقوبة يعني هنشوف العقوبة هي إيه؟ ونقدر من خلالها نعرف إن كانت دي جناية أو جنح طيب وعشان أوضح للسائل السؤال ده طيب هي إيه الجنايات؟ إيه هي الجناية؟ هنقول له الجناية؟ آه عشان ما يزبق ببنى الجناية والجنحة خلي بالك إيه هي الجناية؟ الجناية هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الأتية يعني ملائي جريمة معاقب عليها بتلك العقوبات يبقى دي جناية تمام كده؟ يبقى النهاردة الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الأتية اللي هي الإعدام السجن المؤبد السجن المشدد وحاجة اسمها السجن يبقى ما لايه أي جريمة معاقب عليها بربع عقوبات دول أقدر أقول دي جناية يبقى الإعدام ربنا يحفظه جميعا السجن المؤبد السجن المشدد السجن كان فيه زمان حاجة في قبل 2003 عقوبة اسمها عقوبة الأشغال الشقة المؤبدة أو الأشغال الشقة المؤقتة العقوبات دي العقوبتين دولة سواء الأشغال الشقة المؤبدة أو الأشغال الشقة المؤقتة ألغيها في 2003 واستبدلوا بحاجة اسمها السجن المؤبد والسجن المشدد يعني الأشغال الشقة المؤبدة تم استبدالها بالسجن المؤبد الأشغال الشقة المؤقتة تم استبدالها بالسجن المشدد طيب أعرفنا الجنيات خلاصة هي اللي هي بتعاقب بالعقوبات الأربعة دول طيبوا إيه هي الجنح إيه هي الجنحة بقى اللي هي يعني قد تكون في حياتنا اليومية وقد تكون محاكمنا مقتزة بالعديد من تلك الجنح يبقى لما شوف إيه هي الجنحة أميزها إزاي هي المعاقب عليها بعقوبتين حاجة اسمها الحبس أو الغرامة يبقى مفيش كلمة سجن في قصة الجنح رقاب الجنح دائما بالحبس والغرامة طيب وحبس بسميه حبس بسيط حبس بسيط الغرامة في الجنح اللي بيزيد مقدرها عن 100 جنيه فما فوق يعني 100 جنيه للغرامة فما أعلى دي بتكون جنحة وأحيانا يقضي بالعقوبتين مع بعض الحبس والغرامة أو الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين يعني يقول لك يحبس قد كده وغرامة قد كده أو التخيير بقى ما بين العقوبة دي أو العقوبة دي وبيصيبها لإيه لمجال التنفيذ إيه هي المخالفات الموجودة برضو اللي تكاد تكون بترتكب كل لحظة في شوارعنا وفي بيوتنا وفي كل أمر وهي الأمور بسيطة والله اللي دهورت مجتمعنا يعني النظافة السنوك في الشوارع المواصلات الركوب الكلام ده كله ده أمور للأسف يعني ثام مخالفات كثيرة جدا طيب المخالفة هي الايه الجريمة المعاقبة عليها بالغرامة أقل بميج جنيه يبقى الجنح أزل بميج جنيه أو الحبس وده الغرامة ده يبقى كده يعني استفدت للسائل في القصة دي كله برضو ده للدارس و للشخص العادي برضو جالي سؤال بتكلم عن الفاعل في الجريمة ده أمر يا إخواننا لازم ناخد بالنا منه ولازم نعلم أولادنا عشان يقد بالهم من مستقبلهم لأن مستقبل الإبن حافظ الله أبنائنا جميعا قد يضمر بأمر لا يعرفه أو يفكر أنه هو داخل في قصة يعني بشطارة أو نصاحة أو ما يسمونه الفهلاوة فيلاقي نفسه دخل في جريمة و هو لا يدري طيب إيه هو الفعل في الجريمة الفاعل اللي بسأله هو مين هو من يرتكب الفعل لوحده أو مع غيره و هو سامى الاشتراك وجدنا برضو سؤال في الاشتراك في الجريمة طيب يبقى اللي بيرتكب الفعل لوحده أو بيشترك مع الغير ده بنسميه فاعل أو من يدخل في جريمة أثناء قيامها يوم داخل يلاقي إخناء مثلا يخش برضو بقى فاعل أو يأتي عمل من أعمالها يعني داخل مجاملة بقى يعني لقي صاحب له بتخانئ ولا كان بينه متفاق ولا اشترك معاه فبيخش بقى فاعل أصلي في الجريمة و هو ساعدته داخل يجامل تجد بقى أنه دمر نفسه و دمر أسرته و دمر مستقبله بجريمة ما كانتش يجب أنه يرتكبه طيب عشان برضو ننبه على أبنائنا الشباب يعني اللي ربنا يحفظهم جميعا اللي بيجامل بقى من باب المجاملة باب دا صاحبي باب دا لازم أقف جنبه دا بني حتتي دا بني مش عارف ايه الكلام دا كله يعني شهامة مش في محلها لأنه برضو بيودي نفسه في سين و جيم وأمور قد لا يعلم مدى خطراته على نفسه أو أسرته طيب امتى اعتبر شريك في الجريمة خلي بالك اتصاله عام رسول ماتفضل ايه اتفضل عام اسمان اتفضل ايه باشا اتفضل حقيقي بأمورني على الأمر لله اتفضل على الشيخ بكتبع في الضوال عطينه كشف تبع الشؤون جدام المشاشفة المشاشفة تبع تبع مركز الفتح ايه عام اسمان اتفضل مشاشفة ايه اسمه مشاشفة التكامل ملت تكامل عاملت ايه تبع كشك انا جداما ما بيع بجانا شاوي سكر ده ده كشك وبيع اكثر من كتنظر المشاشفة دي اه ابي بيعوا زادي المر وبيعوا خبرية وبيعوا كفولة وبيعوا كل حادي طيب عام عثمان عام عثمان رقم الشخصي حبيبي عندك على الهواء لان الكلام برضو مش واضح وعايز اسمعه منك باستفاضة فكلمني بعد الهواء عطم مباشرة عام عثمان رقم الشخصي كلمني عليه اللي موجود اللي هو رقم المكتب موجود عند ساعتك اتصل به بعد البراجعة هنتظرك حبيبي افهم منك بس من الشام بتقول ايه طيب الشريك بقى يا اخواننا في الجريمة ايه هو الشريك من هو الشريك عشان تبقى واخب بالك بتقول ده ما عملتش حاجة ده أنا كنت واقف ده أنا كنت بس نولته اداد انا اتكلمت معاه الكلام ده كله لان من اشترك في جريمة فعليه عقوبته اللي بيشترك في جريمة عليه نفس العقوبة حتى لو كان مشترك بأمر بسيط بقى شريك طيب صور هذا الاشتراك هو اللي حرد اللي اتفأ اللي يساعد يعني هو قاعد في بيته بس وحرد على ارتكاب جريمة قتل والعزو بالله مجرد ما حرده بس قال له لا 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 ده بهدلك ده شتمك ده عملك ده انت لازم ترقوك تخلص منه ده انت ده انت ده انت ده انت ده انت وقعد يعني سخن في الراجل فلا اسمه تحريض الراجل من كتر الافعال دي ومن كتر هذا التحريض امر تكب هذا الجرم اي مكان بقى قتل لسرق اي مكان امر فمن حرده حتى وقعد في بيته بقى شريك في تلك الجريمة شريك فيها لانه حرد عليه الصورة التانية بقى الاكثر وضوح هو الاتفاق لا بيقعدوا بقى مع بعض يتفقوا باتفق مع غيره هنعمل ايه وهنسوي ايه وهنروح ايه وانت دورك ايه وانا دوري ايه والكلام ده كله ده بنسمي اتفاق يبقى ده صور الاشتراك يبقى خلي بالك لو ثبت عليك انك حردت على ارتكاب جناية او جنحة بقيت شريك وتقض عقوبة الفاعل الاصلي لو اتفاق مجرد اتفاق فقط وما قمتش باي عمل برضو عليك عقوبة الفاعل من اشترك في جريمة فعليه عقوبة احفظوا كلنا اخوان اللي بيشترك في جريمة عليه عقوبة ليه انت فاكر يبقى مجرد الكلام معاه او كلام ده كله ده انا ما عملتش حاجة خلي بالك الخطورة لو ثبت هذا الامر عليك بقيت شريك في الجريمة او اتفاقت بيأتي بقى الامر يعني اكثر شيوعا اللي هي المساعدة يبقى اخوانا ثلاث صور للشراك في الجرائم ايه الاتفاق التحريض المساعدة المساعدة بقى ان ادالوا آلة امدوا بسلاح اعطالوا اي آلة يقدر يعني يضرب بيها او تعد من من السلاح بصفة عامة او اي آلة ممكن ان تستخدم في الضربة او القتل مش لازم تكون سلاح يعني فهنا قد ساعده في ارتكاب الجريمة وانجرد بس راح جاب له الحاجة دهاله فهنا اصبع شريك في الجريمة وقلتوك هلاص انعقاب الشريك من ارتكب جريمة او من اشترك في جريمة فعليه عقوبته برضو سؤال جالي من ابنائنا عن حاجة اسمها الشروع في ارتكاب الجرائم قال لي يعني ايه الشروع يعني واحد بيشرع في ارتكاب جريمة ركزوا يا اخوانا في الكلام ده جدا وعلموا ولادكو والله من باب المعلومة العامة لان زي ما قلت لحضرتك لا جاه لا ولا عزر بالجاهل بأحكام القانون ما فيش عزر فيها ابدا لان يفترض انك تعلم اذا الامر ايه والشروع يعني ايه الشروع في الجريمة اهي الشروع يعني ايه البدء في تنفيذ جناية او جنحة يعني هيبدأ بقى ما ارتكبش لسه حاجة ده لسه هيبدأ يرتكب جناية او جنحة طب ايه اللي حصل هو همه هو بقى خلاص هه عشان يرتكب جناية او جنحة لكن اوقف هذا البدء او خاب اثره لامر لا دخل للجان فيه يعني هو هيبدأ ينفس جريمة تما بدأ خلاص واستعد وكلام ده كله لكن هذا البدء الجريمة مرتكبتش لانه اوقفت او خاب اثرها مش بفعل هو لا لا ده لامر لا دخل فيه هو ما كانتش واقب باله اتوقف التنفيذ ازاي يعني هبسطلك بمثال خلاص هو عقد العز من يقتل سين اوساط جاهز المسدس وخلاص هو جاي يضربه الروساسة ما خرجتش ما طلعتش ده الشروع بقى لانه اوقف القتل او اوقفت تلك الجريمة لعطل في المسدس لانه هو خلاص بدأ بدأ وخلص فهذا البدء اوقف او خاب اثره زي ما المشرع قال في المادة 45 من قانون العقوبات لكن في حاجة اسمها الأعمال التحضرية الأعمال التحضرية يعني التجهيز اعدي زبط نفسه الكلام ده كله لا شروع في الأعمال التحضرية للجرائم ربنا يعزنا وإياكم طيب الشروع بقى رح يضرب واحد رح يقتل واحد طلع يسرق واقف هذا التنفيذ لأمره مش فيه يعني هم مرجعش من عندياته أو ضمره أنبه فقال لك ارجع لا ده هذا الإيقاف أو هذا الأمر اوقف لأمره ما عملوش بس ده عليه عقوبة الأمور دي على عقوبة مش تقول لي آه ده أنا رح تضربه بالمسدس فالرصاصة بطلعتش ده ربنا يا حليم سطار ده سطرها معايا ده الكلام ده كله لا يا ناصح ما يكلم ممكن رصاصة تخرج وتزيق روح بغير سبب لذلك المادة 46 من قانون العقوبات اتكلمت على عقوبة الشروع لو كانت الجريمة اللي هيرتكبها عقوبتها الإعدام يعني رايح يرتكب جريمة العقاب عليها بنص القانون أن يعدم لكن الجريمة ما تمتش لأنه اوقف أوقاب أثرها هيأخذ حاجة اسمه السجن المؤبت وهو مش معملش له هو عمل هو شرع في تنفيذ الجريمة شرع فعلا لكن توقفت طيب الجريمة اللي كان رايح يرتكبها ده كان عقوبتها الإعدام طيب ساعدتك بقى هتاخد السجن المؤبت طيب لو الجريمة اللي كان رايح يرتكبها عقوبتها السجن المؤبت هيأخذ حاجة اسمه السجن المشدد يعني الجريمة رايح يرتكبها لو كانت رتكبت كان هيعاقب بالسجن المؤبت طيب ما تكملتش لأمر اللي دخل اللي هو فيها بتستبدل بعقوبة السجن المشد هياخده طيب برضو كل امر هنشوف ايه هي الجرام اللي كان رايح تتكبها وفي بقى تفصيل يعني عايز اوصل المعلومة ببساطة ان الشروع في الجريمة الشروع في الجريمة عليك عقوبة بس بكون بدأت والامر وقف بس مش بفعلك انت مش نضمرك انبك ورجعت وكام ده كله لا 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 لو هذا الامر وصل معك لحد ده يبقى انسى ما اعمال تحضرية يا انت جاهزت عشان تقتل السين او صاد او تقتل اي حد او ترتكب جريمة وان خفت الله خلاص بترجع عن الكلام ده كله الكلام ده يا اخواننا بينطبق مع الشرع لان برضو انتم اعلم بشؤون دنياكم في تنوع الجرائم الموجودة على العصر فالمشرع لابد انه ينظم المجتمع في جرائم لم تكن موجودة من قبل لكن موجودة على الساح خلاص تبدأ من باب يعني تخش من باب القصاص حتى لو لحق الدولة طيب المخالفات اللي بترتكب مفيش فقه شروع يعني من قاسف يعني لقاء كمامة كمامة سر عكس الاتجاه مش عارف ايه دي مفيش فقه شروع مفيش فقه شروع لطوب تبقى جريمة تبقى مخالفة بترتكب على طول ما ندرش يقولك ده انا ما قدرتش اعمله لأ لانا بتبقى تعملت خلاص يعني كمان يلقي قمامة في الشوارع او يخالف في الامور المرية الموجودة او لان الواجهات مثلا يجب ان تدهم بلون معين هو خالفه ده انا مفيش حاجة اسمها شروع في الكلام ده كله طيب الاشتراك زي ما قلت لحضركم ده امر خطير جدا هيجي الراجل يقولك ايه ده انا والله ما عملت اللي حاجة بسطة بس ازاي اعاقب على فعل ارتكبوا الفعل الاصلي وهو طلع يسرق يعني ايه اتنين اتفقوا على سرقة شقة معينة خلاص زبطوا اتفقوا الكلام ده كله وهنسرق المكان الفلاني خلاص اعدوا العدة وطلعوا عشان يسرقوا الشقة قال له انا هتزرك تحت ارقب لقى الطريق انا اللي رائب لك الطريق الشخص الوقفي رائب ده بنسميه في القانون ايه ربيئة يعني هو اللي بيرائب الطريق حاسب ارجع ده الناس جات الكلام ده كله هو كان متفق معه بس على ايه انه يسرقوا بس ولا علم له بما سيفعله من الراجل اللي طلع الشقة الراجل اللي طلع الشقة يسرق والتاني قاعد رائب له طريق فاجأوا صاحب الشقة فقتله الراجل اللي وقف تحت ده يسأل عن جريمة القتل شوف الخطورة ده هو مقرد بس انه اتفق معاه على ايه انه هو هيرقب له الطريق بس فقط لا غير هيرقب الطريق وينبهه وكان الاتفاق بينهم انه يسرق بس وينزل انا والله ما اتفققت معاه على كده ومقلتني شه يقتل للاسف هو مسؤول عن تلك الجريمة رغم انه لم يتفق عليه تب تأسيس القانون ايه اخوانا لانها جريمة محتملة جريمة محتملة يعني هو انت بتتفق معاه يجب تتوقع ان يلاقي اي حاجة فوق يعني هو طالع يسرق بقى سبك انه قتل صعب الشقة وهو نازل قال لك بقول لك ايه امسح البصمات لا انا ولع في الشقة عشان ايه تختفي كل المعالم فولع في الشقة التاني اللي وقف يرقبه تحت بس فقط يسأل عن هذا الحريق بنسميه حريق عمد يا سيد انت متتفقتش معاك لا بس يا جريمة محتملة ده محتمل ليطلع يعمل اي امر عشان يهرب عشان يعمل عشان اي جريمة يتكبه فوق انت مسؤول عنه طيب في بعض الناس واسئلة دقيقة جت لنا برضو من بعض ابنائنا وتلمزنا عن قصة القتل الخطأ احيانا بيلتبس الامر على قصة القتل الخطأ والقتل العمد يلتبس الامر كده يقول لك ده انا كنت رايح اقتل فلان عمر مثلا فقتلت وائل حافظ الله وكل العمر وكل وائل يعني بس يل جات على البزن اقطع في الاتنين وناخد فاصل وبعد الفاصل اوضعكم الامر فانتظروني اعزائي المشاهدين ارحب بحضرتكم مرة ثانية وعايز اكد اه ان الارقام موجودة على الشاشة اللي من ارادة الاسفصار اه في اعتذار بسيطة عافن في اتصالات اه جاية كتير لكن اه وفيه من الناس هتنتظر الموعد بناجب الساعة اثنين لكن هو للأسف الناس كان الساعة واحدة فيعني هتبقى برضو الحلقات موجودة على اليوتيوب والكلام بكله فتابعونا برضو بإذن الله اه طيب قلنا في القتل ده يقولك انا كنت راح اقتل شخص معين بذاته اللي احنا سمناه عمر فقتلت وائل انا مقصودش اقتل وائل ما عرفش ان انا قتله ده ده انا كنت راح اقتل عمر في بعض اولك ده قتل خطأ لا مش قتل خطأ ده قتل عمد برضو ويسأل عن قتل العمد واحواله يعني ممكن يبقى قتل مشدد فيه ظرف مشدد اللي يصل للإعدام او الا اي عقوب طيب طيب ايه تأسيس كلام ده تأسيس قانوني ايه هو ايه هو كلام ده قالك لان القانون ما بيفرقش في الارواح بين روح عمر وروح وائل لا ده الروح في القانون بيحميها حماية قصة بيحمي الروح بيحميها زي لا فرق بين وائل وعمر الاتنين سواسية يبقى انت اقطأت في التصويب او اقطأت في الشخصية فلا عبرة بهذا الخطأ فهو قتل عمد لانك في الاصل رايح تزهق روح ففيش فرق يعني واقف ينشل بالمسدس على فلان هو تشايفه فيده اقطأت فجت في تاني ده بنسميه خطأ في التصويب خطأ في التصويب برضو قتل عمد الخطأ في الشخصية كان يعلم ان المجنع عليه يلبس مثلا اميس ازرق اميس مش عارف ايه فجال حظ مع واحد لابس نفس الاميس او لونه فرح ضربه فوجي انه مش هو برضو يا اخواننا قتل عمد ويسأل عنه بظروفه بظروفه مشددة او حسن مكان السورة في القتل مرضو جالي سؤال الزريف جدا من ابنائنا بقولك وهو ماشي على الكورنيش وجد غريق يغرق واحد بيغرق كده فهو شهامة منه ألم منزل ايه انقزه أنزل طلعهم المية دي فنزل ينقزه هو صلو فعلا فبصله لقاه غريمه او لقاه انه هو غريمه اللي هو بنه من بعض طار مثلا فقال لك الله هو انت ده انت غريمي وعدوي فسابه ومشي سابه يغرق سابه يغرق فهل يسأل هنا عن قتل يسأل هنا عن قتل لا ما يسألش عن القتل لاني مش وظفته انه هو ينقز غرق اللي يسأل عن هذا الامر هو الشخص المسؤول على الشط او حماية نهرية او حماية في البحر او 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 وشغلته انه هو ينقز الغرق لو نزل ونكل يسأل عن القتل او الغرق لكن ده مش وظفته يبقى ما يسألش طيب عايز ادوف لحضراتكو برضو اللي بيحصل كل يوم في شوارة وعلى طرقنا ومعنا اتصالوا استاذ محمود اتفضل استاذ محمود ايه معا اعيوة استاذ اتفضل يا حبيبي عايزيني يسأل عقوبة ديمتي التزوين عقوبة جريمة التزوين التزوين يعني ايه حاضر حاضر استاذ محمود او وعد مثلا لو صادوا في حكم وايه لو صادوا في حكم ايه وده تتفيز رفض انه دي بالشخص ليه يتم يعني هنا ايه حاضر حاضر استاذ محمود هنا ايه شكرا مع محمود اه طيب عقوبة التزوين اخواننا هنفرق ما بين امرين هنفرق ما بين امرين التزوين احيانا بيكون جنحة واحيانا بيكون جناية خلي بالك التزوين احيانا بيكون جنحة واحيانا بيكون جناية امتى يبقى جنحة لو زورت مستند عرفي ورقة عرفية يعني ورقة مش رسمية مش صدرة من جهة رسمية خلاص كده ده بيكون جنح التزوير يعني تصل الحبس فال 3 سنوات لو زورت توقيع فلان توقيع علان الكلام بكله عملت ورقة كتبت توقيع اخر ده بيبقى ايه اسمه تزوير في ورقة عرفية التزوير بقى في ورقة رسمية يعني ورقة صدرة من جهة حكومية شهر عقاري صدرة من محكمة صدرة من اي جهة حكومية لو زورت هذه الورقة فارتقت هنا للجناية بقت جناية على طول جناية التزوير وبتقل عقوبة الجناية على العقوبات اللي انا اتكلمنا عليه السيد محمود بيقول انه اخد حكم يعني جاد التنفيذ مش قصة انا رفض التنفيذ يعني انت بس عايز تكتهد شوية هتروح مثلا لمدرية الامن اللي انت تتابع فيها قسم تنفيذ الاحكام في الامن العام هناك في المدرية دي موجودة في كل مدريات امن الجمهورية هتروح تتقدم بالشكوى وتجيب لهم الحكم اللي صدر وتجيب العناوين الصحيحة اللي بتواجد فيها هاته الشخص بيسعوا فعلا وبيجيبوه وبيحصل برضو حملات من حل اخر واكيد هيكون موجود يعني معانا اتصال من اسكندرية تفضل مين ام ياسين ام ياسين هاي اذا حضرتك تفضل ام ياسين احكم لان خمسونة جانين اعمل استقناف خضرتك ولا ايه عمل استقنافع الحكم يام ياسين عمل استقنافع على الحكم على أجر المسكن ولا النافقة لا عمل على النافقة كانت عمل على أجر المسكن بس اتحكم في أجر المسكن الأول أجر المسكن ده 500 جنيه والنفقة لسه نفقة لسه عشان كانت متحولها لشهود ومجبنا الشهود للمرافعة طيب يا مو ياسين تبحث طبعا أنت تستطيع أن تستقن في هذا الحكم اللي هو أجر المسكن وتثبتي للمحكمة أن السكن غالي والمنطقة اللي احنا سكنين فيها منطقة غالية وتجيبي حاجة يعني بأي طريقة حتى لو بشت الشهود حاجة اسمها يعني أجرة المسل يعني انا سكنين في المنطقة دي اللي موجود فيها بنتك ومتوسط الإجارات في المنطقة دي قد كده يعني اللي هو بيزيد عن 500 جنيه وإن شاء الله ربنا يكرمك ويزود لك أجر المسكن هو يتق الله في أولاده وفي امراته ويرب أولاده حرام عليك يا أخي ده شيء غريب عياله بيرمون في الشوارع يعني لا يربيه مين هيسكنه فين فعلى النورة دي تتق الله في أولادها معنى التصالي تفضل؟ نعم؟ السلام يا حديد فضل أنا وأخوي اشتكاني بشيك بربامة ألف جنيه والشيك ده كان مزور تمام وخدت فيه براقة تمام إيه اللي أنا أعمله اللي أنا أشتكيه وأشتكيه فين وأشتكيه زي أبل تزوره في الشيك طيب أجاوبك أنا يا حاضر شوف يا سيدي الشيك اللي طلع مزور أمام محكمة الجنح خلاص ده هيبقى تزوير في ورقة عرفية تزوير في ورقة عرفية أكيد المحكمة أكيد المحكمة حكمت ببرائة حضرتك لتزوير الورقة وأحالت القضية للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها في التزوير فأنت هتتابع النيابة العامة هتتابع النيابة العامة في اتخاذ شؤونها في الايه؟ في التزوير ضد أخوك وللأسف أخوك ده مصيبة والله هتتابع النيابة العامة في قصة التزوير والنيابة العامة خلاص هتحقق في جنحة تزوير وممكن تتدعي فيها مدني عشان تاخد تعويض وللأسف هياخد حكم على تزويره وانت تستطيع ان تقيم دعوة تعويض او تتدعي مدني وبعدها تبقى دعوة تعويضة على انه ايه اخطأ في حقك وزورك كلام دي لكن الملفت في الامر والله ودي هدفنا في البرنامج ان العجيب ان اخوه يعني شقيقه او كان مش شقيقه ايه اللي جرى في الدنيا والله ما نعرف ومعنا اتصال من السيد ابراهيم اتفضل ماشي اتفضل يا سبراهيم يا ابراهيم يا استاذ سيد سيد اتفضل يا سيد ايه دي مستامع بتون ايه يا سيد الصوت وحش يا سيد ده بكلمنا الصوت مش سامع يا ابني فكلمني بقى على الخص بعد الحلقة ان شاء الله طيب خلاص عرفنا بقى القتل الخطأ ولا فرق في الخطأ التصويب او الشخصية طبعا بتقوم الجريمة القتل لانه باصلا يقصد يزهق روح فلا فرق بين روح فلان والعلان طيب حوادث السيارات بقى اللي اكسرت على الطرق والاسف الشديد يعني بقى امر ملفت للنظر يعني تسمع ارقام واحصائيات على قتل وضحايا الطرق والله تأسف يعني قبل ما تكلف الموضوع ده يقولك ازاي الراجل يعني يعني ارتكب جريمة وتبقى قتل قطأ ازاي يعني سيارشرف تفضل ايو اهند اتفضل اي اعلشرف بايه اشرف حتى اتفضل وزي قاشرف تفضل ايو السلام عليكم يراني عليكم السلام حضبطة ان لي تل dernière اخوات من ام تلات اخوات من ام تلات اخوات من ام والشائة ساعتهم انا عابتلل يبعوها concealer شائعتها من أم انت اشتريتشاءة الشائعة بالنوم لا الشقة يا اخواتي الشقة شتا من اخواتي مابون سواسة هو ديتم دواسة في الاصل الشقة ملك مين يا اشرف؟ باسم ابو اخواتي طيب بص يا اشرف اسم ابو اخواتي طيب وبعدين؟ حضرتك الشهد الشقة منهم وعملولي عقل اتدائي وسجلته في الشهر العطاري حجلته في الشهر العطاري والثلاثة جوه معي الشهر العطاري وماضي طيب فروحت اطلب منهم وطلهم تعالى نسجل مجلس النبينا الشقة اللي شقة تمليل طيب فعملولي اعلان قراس عشان خطر يسجل حضرتك مؤديوش قالولي اسفعل اتفعل اربعين الف اينيه وانا روه احنا نجي معك نسجلها اعمل ليه حضرتك انت هتقدر ترفع دعوة اسمها دعوة سبوت ملكية اشرف بشكرك على اتصال هترفع دعوة سبوت ملكية وتجد تلزمه امام محكمة بهذا الامر تعمل حاجة اسمه اشهار عريضة واكيد محاميك هيبقى يعني عارف الامر كله وبرضو كلمني برضو اوضحها لك اكتر لكن تقدر تقدر تسجل بحكم محكمة نرجع ليه قصة حوادث السيارات يا اخوانا وده امر يعني يعني بقولك الحادثة شنيعة وقتل ثلاثة وقتل اربعة على الطريق وبرضو بياخد قتل خطأ والامر طبعا امر برضو تقشار له النفس والناس بتتدايق وبيروح فيها ارواح يعني عايز اقول يا اخوانا اللي قالت المركبات واللي بيسوق برعونة او بسرعة يا اخي اتق الله في الارواح اتق الله في رب اسرة قد تقتله على الطريق ومتشوق بالك بسبب رعونتك بسبب انساعدتك مشغول قيادة لا احترام التزم باشارات المرور وتعلمات المرور ومعانا اتصال من استاذ رضا تفضل ايه والسردة اهلان بيك تفضل ايه 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 المهمة هم كتبها بقى عند معسابك الاسرار فأيه يعني واني بره بلد الوقت بقى للسنة بقى بره بلد الوقت بقى ساعات المستشار بعد السنة اني وجوج متجوزين واني بتبهدل في الدنيا دي انا عايزت لفلك الخاص بقى عندي معاليك التكنترول الدهولي طيب احبي اتفضل على التكنترول يا اخ رضا وتحت امرك وكلمني بعد الحلقة احبي تحت امرك انا يا حاضر يعني اكلمني يا حبي ونشوف الموضوع ده ايه طيب هنجي بقى يا اخوانا في حوادث السيارات خلاص القائد المركبة اللي طالع يا اخي بتاقي الله في الارواح اللي موجودة التزم قدر المستاع حتى لو وقع حادث يبقى انت ضميرك مرتاح انت ما عملتش حاجة لكن تطلع سايق سكران تحت مؤثر مخدر تحت الكلام ده كله توقع انه ممكن تقتل ربه اسرة تقتل عائل طيب المهم هزا الامر بيبقى برضو قتل خطأ لان برضو في القانون اي جريمة معانا استاذ رجب من الوقسر تفضل ازراجب استاذ رجب صديق البرنامج من الوقسر ازراجب 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 تفضل تعيه تليه كتب الهاج فريق العداد المحترم ومشاهدينكم افن بخناة صاحة وعمل ازراجب تفضل ازراجب الله هيك بالخير يا استاذ رجب بتفضل ازراجب ايه لو واحد ليجي واحد لقيه وكتبو بالاسم بتاعه تبع عياده مان حج ويورس حاضر الورث للشرعي ولا لا حاضر الله يبالي فيك هسابة النصشاء عناية عم رجب حاضر ربنا يبالي فيك هسابة النصشاء تقدر تحت أمركم شكرين على تصلاةك عم رجب للأسف يعني هذا اللقيت وكان فيه إجراء قانون يجب أن يتخذ برضو مستمد من الشرع ادعوهم إلى أبئهم وأقرب للتقوى يعني يدعى إلى أبوه ده كلام ده كله لكن على ورق الرسمي راح سجله باسم عياله بالعاطفة أو كلام ده كله بقى رسميا على الورق ابنهم طيب هيظل له حق في المراس وحق في وياخد لأن على الورق خلاص ابنه فلان إلا إذا لو قيمة دعوه بقى نفي نسب أو إنكر نسب أو كلام ده كله وبيحصل تحليلات زي الدي إني إيه وكلام ده كله بتثبت ومعنا برضو أستاذ ياسر تفضل أستاذ ياسر عليكم السلام تفضل يا حبيبي علي صوتك يا ياسر علي صوتك الله يتكلمك تفضل يا ياسر تفضل اه 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 وبعدين هل هو وقع الإصال ماضي فعلا يعني اه ما دروس لأمانا بس أنا جلتنا معيش المبلغ بالفرد جده عن الحكم ده اللي هو وقع ده ينفع من الفلوس الخدم من الفلوس ولا هي الضضيئة تبناش عياله طيب أجاوبك يا ياسر حاضر حاضر وبرضو تواصل مع معيش عشان أوضح لك ممكن نعمل ايه يعني لكن هو هيقض حكمه يا ياسر هيقض حكمه طالما هو موقع على الإصال والإصال صحيح من الناحة الشكلية وكلامنا هيجي في آخر حلقة على قصة إصالات الأمانة دي لكن بقى حاول معاه يعني حاول تجدول حاول تعمل الصالح معاه كدل وضمانات أي المكان حاول السيارات يا أخواننا بيقع فيها قتل كثر وللأسف بتبقى برضو قتل قطأ لكن هذا القتل ممكن بقى يعني لو صح التعبير بقى مشدد شويتين حاول ظروف اللي السائق ارتكب فيها الجريمة يعني لو كان ارتكب تحت تأثير مخدر ما معاش رخصة ما بيعرفش يسوق كان بيسوق برعونة ده ايه نعم ده بيسأل عنها المجال يا أخواننا مجال واسع وإن شاء الله في الحلقات الجاية هنزيد هذا الأمر وهنفد حلقة بإذ الله في البرنامج ده لجميع التساؤلات من القانون من الألف لليه هنتظر حضرتكو وانتظر المكالمات وكنت سعيد بلقاء حضرتكو وشرف لي أن ألتقي بكم دوما ودائما بأشكر أسرد البرنامج الإعداد والمخرج وإخواني اللي في الكنترول كلهم بشكركم جميعا وبشكركم جميع ما اتصل وبتأسف للتصل وما قدرناش نرد عليه بإذن الله منتظرك لو قاتل جاملة دائما بتمر على خيط ألقاكم على خير في الحلقة القادمة أستودعكم الله الذي لا تضع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة